فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البوك مارك الحلو اللي قدامكم ديه وكمان هنعمل مديليا بتاعت الحرف النهاردة الراعي الرسمي بتاع الفيديو هيكون جروب دودي ونونا هتلاقوا الشورة بتاعته هتزهر لكم على جنبه وكمان اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بوكس اللي هو في صندوق الوصف عشان تقدروا تتواصلوا معاهم وكمان عندهم محل مخصوص تقدروا تشتروا لينتوا عاوزينه ده نوعريز اللي انا استخدمته اسمه اي جي كافت حلو من عندهم والصراحة احنا عملنا قبل كده بفيديو والنتيجة بتاعته كانت هيلة الشفافية بتاعته خطيرة البابلز بجد ما فيش فالصراحة حسيت ان هم هي بحلوين قوي للوردر اللي عندي دوت وورق الذهب كمان من عندهم ده من عندهم بس انا صراحة ما استخدمتوش يعني انا من ضمن الحاجات اللي كنت بفكر استخدمها خلاص وكمان الجليتر الفضيع التحفة ده هو مش جليتر هو بصوا جماعة جواه قلوب وفراش ودواير والوان مختلفة يعني انا عزقكم كده تركزوا على النتيجة اللي طلعت في الاخر ازاي الوان مختلفة مع بعض كل دول كانوا جواه العيل بدي فالصراحة بجده عجبوني قوي جهزت هنا القلب اللي انا هشتغل فيه حرف الال وكمان القلب بتاع البوك مارك وكمان ماسك الغازات طبعا اهم حاجة ومعي لون اكراليك ابيض ولون اكراليك مايكا سوري ابيض مايكا واللي هو البرل وكمان معي الميزان ومعي كوباية صغيرة عشان ابدأ اعمل الكمية بتاعتي النسبة بتاعتي الاجي كاست هي عشرة لاربعة يعني بمعنى ان لو حطين عشرة جرام من الريزن هنحط قدامهم اربعة جرام من الهارنر خلاص انا هنا تقريبا اللي اشتغلت به تقريبا كان عشرين جرام عشرين جرام وعملت قدامهم تمانية جرام من الهارنر بس حتى تبقى معي يا حببه عملتهم على مراحل اشتغلت البروجيك ده على مراحل علشان خاطر انا كمان هحط الطباعة بتاعتي الفينيل خلاص طريقة خلط الريزن ازاي طبعا بالميزان بتاعنا مقفول نحط عليه الكوباية فاضية بعد كده نفتحه نروح اطين كمية الريزن المطلوبة مننا وبعد كده نقفل الميزان نرجع نفتحه ونحط كمية المصلب المطلوبة ونبدأ نقلبه بشويش طبعا يا جماعة نسبة الخلط دي خاصة بنوع الريزن دوت فهي مش نسبة ثبتة لان في ناس كتير بتشوف الفيديوهات وبتتخيل ان نسبة الخلط دي ثبتة وبيعاوزين يعملوها في اي نوع خلاص بعد ما قلبت وطبعا استراها النوع ده حلو جدا فالبابل استعته قليلة جدا 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 وشفافيته حلوة قوي في الاول طبعا بعد ما بنقلب بتلاحظوا ان يبقى فيه غيامة كده شوي تبضلوا تقلبه لغاية ما الغيامة تروح ويبقى شفاف جاهزت عندي القلبين اللي انا هشتغل فيهم طبعا تأكدوا ان الاولي بنضيفه علشان تعرفوا تشتغلوا فيهم حلو اول حاجة هقسم الخليط بتاعي عايزة اعمل ابيض بس انا عايزة اعمل ابيض قليلة مش كتير علشان خاطر اضمن ان الشفاف هيظهر وسانا فكرت الاول ان اعمل كل القطع على بعض ابيض وبعد كده احط فيها الكلاتر وبعد كده اتلق خلاص انا اخليها ابيض مع شفاف هيدي منظر حلو قوي اللي خلاني اعمل ابيض علشان خاطر او وصلنا داخل على الافوايب علشان خاطر احط عليه الكتابة الدهبي الفينيل هيدي شكل حلو قوي خلاص تمام لو كنت حطيت الوان تانية ما كنتش حاسة ان الكتابة هتبى ظاهرة معايا قوي وهنا انا خلطت خلاص الابيض استخدمت معاكم ابيض اكرالك علشان خاطر مش كل الناس عندها ابيض ريزن او عندها الوان ابيض مخصوصة فالابيض اكرالك ينفع بس المهم ان انتو تختاروا نوع اكرالك يكون بيدوب حلوي يعني نوع غالي حل وتدوبوه حلو خدوا بالكم ان الاكرالك بيسرع التصلف وما تزودوش منه علشان الريزن بتاعكم ما يتصلبش ويسخن ويحصل حاجات كتير كيه تغييرات بتحصلو خلاص انا زي ما انتو شايفين حطيت الابيض وحطيت من الناحي التانية الشفاف وهبدأ احط الجليتر بتاعي دوت صراحة العلبة دية جماعة والله وهمية يعني جواها تركواز وموف معلش المقطع بتاعي وانا بروس الجليتر في الحتة دي اتشال لان الموبايل كان فصل شحن حل فعشان كده الحتة دي ما طلعتش بس هي عادي جدا مجرد ان انا كنت باخد الجليتر دوت وبحطو في الريزن الشفاف قررت ان انا احط معاه بعض ورق الذهب البسيط علشان هيرد على الكتابة الذهب اللي انا حطاها بالفينير حاسات ان هيبو شكلهم حلوة قوي مع بعض لان الجليتر دوت او هي القلوب والنجوم والفراش والحاجات دي مدية على احساس فضي اكتر وانا كنت هكتب بالدهبي فعشان كده قررت لأ ان انا احط واروح حطا معاهم ايه الدهبي دوت انا زي ما انتو شفتو انا صبيت الصراحة الشفاف وبعد كده حطيت جوا الجليتر ما خلطتش الجليتر مع الشفاف عشان مش عارف الكمية بالضبط اللي هبا محتاجيها هي سبتها تنشف وشايفين يا جماعة النتيجة عجبني جدا الالوان بجد يعني اول ما جيت ان انا استخدم العلبة دي كتو مدخلات ريكوازات وفجيت ان فيها موف وكده بجد حلوة قوي قوية خلاص زي ما انتو شايفين انا شلت الكتابة الكتابة دي اسمها كتابة على الفينيل بتبقى زي الستيكر كده بتلزقوها وبعكية تقدروا تشيلوا كمان طبقة الستيكر اللي فوق يبقى ان بس طبقة الفينيل ودي انا عاملاها بجهاز الكريكت اللي عندي وان شاء الله يا رب هزبط لكم في الجهات لي ان شاء الله ربنا يسال فترة الجاية خلاص هجيب بقى الكتابة التانية هتلاها عشان اشتغل على الظهر ده العدلة بتاعت حرف ال الف لازم اشتغل على الظهر خلاص زي ما انتو شايفين كده ايه حطيت الكلمة بتاعتي وطبعا انتو بتقيسوا بقى المقاس حسان انتو بتشتغلوا بجهاز الكريكت ولا بتطلبوا اردر او كده ايه مقاس الكلمة اللي انتو عاوزينها وحطوها والصراحة التباع بالفينيل النتيجة بتاعيتها خطيرة خلاص انا هنا بالقطر قررت ان انا شيل الزيادات طبعا هنا في القطع دي بزيت هابة فيها زيادات اكتر لان انا مملتش طبعا القالب انا حطيت حبة ومملتش القالب لان القالب بتاع الحروف البني دوت عميك اوي وانا ما كنتش عايزة صراحة الحرف كبير اوي كده خلاص فالزيادات دي كلها عادي بالقطر كده بتشلوها وهتلاق الموضوع خالص نعم يا ما فوش اي مشكلة خلاص بعد كده هنبدأ عاوزين بقى نحط عليها طبقه ريزن نهائية عشان تحافظ على الفينيل بتاعنا وكمان روحت عاملة كمية ريزن تانية هو علشان قررت ان انا اعمل حرف الا صغير وكمان قلب صغير اضيفه للحرف اللي في المداليا واحط فيهم برضه من القلوب والنجوم والحاجات يا ريت لو انتو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اتمنى يكون الفيديو حاجبكم وما تكتفوش ابدا بفيديو واحد هتلاقوا عندي فيديوهات ريزن بالها والكثير جدا وعندي كل التكنيكات وعندي افكار وعندي اختراعات حتى ما الاجانب ما عملوهاش فانا متأكدا القناة بجد مليانة فيديوهات للرزن حلوى قوي لو انتو كمان مبتدئين فلازم تروها تشوفوا البلايلست بتاعة الكورس الرزن المجاني هتلاقوا من الاول خلص من اول ما تكرروا ان انتو عوزين تشتغلوا ريزن لغاية الاحتراف مجانا موجودا على القناة وانتو في البيت تتفرجوا على الكورس مش محتاجين اي حاجة ان انتو تتفرجوا على الفيديوهات يعني بقرم منكم لو انتو عملتوا لي لايك وشجعتوني عشان اقدر اعمل فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله واتفيتكم زي ما انتو شايفين انا حطيت طبقة الرزن وهي بدأت اعمل بالتوش او بالولاع عليه علشان نتخلص من اي بابلز موجودة وشايفين النتيجة الحاجة طلعت اهي شكلها حلو جدا طبعا لما تيجوا تعملوا الطبقة يا جماعة اللي كانت فوق حرف القل اي اي اه لو انتو خدتوا بالكم انا كنت بنقط عليه علشان ابعملة على قد الحرف بالزبط عشان ما ينقطش من الجناب او ينزل مني وتستنوا ان الرزن يكون تقيل وكويس علشان خاطر اي اه ما بس سايح ويدلدق وزي ما قلت ايكم لو انتو بتنقطوا كده كمية الرزن الهو يدوبك بجد على قد الشكل مش هتدلدق منكو هل انت شايفين كده اينا بدأت ان انا هنا في حبة زيادات بسيطة قوي كانت موجودة فوق القلب طلعت معي زيادة على اخر القلب شايفين يا جماعة الالوان لا فصراحة عجبني قوي يعني حسيتها حلوة جدا وبعدها حسيتها حلوة جدا عش شفاف هنا بقى هنبدأ نراكب مع بعض المادليا انا كان ممكن ممكن استخدم الميني هندريل زغانطوت شفتو معي قبل كده بس قررت لا ان انا استخدم معاكم كتعة زي دي دي انا بستخدمها للسلصال بس طبعا ممكن ابرة دبوس اي حاجة عندكم ببوس سخنوها واغرزوها في الشغل بتاعكم بتاع الرزن هيامل معاكم فتحة حسب بقى انتو عاوزين يعني انا مثلا الحرف والقلب لان هما سنكوهم زغير الحرف احط فيه مصمور انما القلب سراه هعمل فيه خرم وهركب فيه حلقة بالنسبة للحرف الكبير هنعمل برضو خرم فيه ونحط المصمور اللي بيلف هيزهر لكم تلوقتي في التصوير يا ايتم متابعين الجودات ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وكمان تكتبوا لي في الكومنتات بتابعوني من اي بلد ويطرى الفيديو عقابكم ولا لا اولا عندكم اسئلة طبعا كروب هاليوم وتابعين الجندين جدا فعل على طول بيتابعوني والهما السبب اساسا ان انا بعمل الفيديوهات دي انا مستنى اللايك بتاعتكم والكومنت والكومنت التشجيع اللي انتو بتعملوا علشان من غيركم انا بجد ما اقدرش اكمل خالص دي بس هنلف المصمور منتهت سهولة ونقدر نركب المداليا بتاعتنا بسهولة جدا وشايفين النتيجة بجد طلعت حلوة جدا ما تنسوش ان الريزن دوت من جروب دوديونونة وكمان الورق التهب وكمان القلوب والنجوم والفراش والحاجات اللي محلية للشكل دي كمان من عندهم هتلاقوا عندهم خمات كتير جدا وانا عملت لكم عنهم ريفيوهات قبل كده لخمات الدهنة هداية برضو للقناة فاتمنى ان انتو تدخلوا على اللينك اللي هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس في سنتوق الوصف واتفرغوا على منتجات اللي عندهم يساهم لو روحتوا المحل اكيد طبعا هتلاقوا حاجة طحفة عندهم خلص بصو انا ركبتها وشكلها عجبني جدا تعالوا بقى نخلص كمان البوك مارك هنركب فيها الشرشوبة دي عاوزين تركبو الشرشوبة عاوزين تعملوا فكرة تانية فيها براحتكم بس الشرشوبة صراحة انا حسيتها شكلها حلو وبعدين فكرت لو انا عندي شرشوبة مثلا من الالوان دي كاب برضو هي بشكلها حلو بس انا حطيت الدهبي على اساس ان الاسم المعمول بالفينيل دهبي وكده يارب يكون عجبتكم وفي كده بالفيديو بتاعنا خلص وشايفين شكلهم بجد انا مبسط جدا والصراحة الجليتر اول هي الفراش والنجوم والقلوب هي اللي منطق الموضوع وهي الديزاين كله فبجد تسلم ايديكم على الهدية الحلوة دي يارب يكون فيديو عجبكم استانوا فيديو جديد سلام عليكم اشتركوا في القناة